أعلنت وزارة الأشغال أن نسبة الإنجاز في إنشاء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي بمنطقة الحد الصناعية قد بلغت 90% المشروع يهدف إلى خدمة المنشآت الصناعية الحالية والمستقبلية في المنطقة كما سيساهم في تقليل تكلفة التشغيل والصيانة لمحطات الضغط القديمة ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي بنسبة عالية تفوق الوضع الحالي للشبكة ويأتي المشروع ضمن خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الحكومة في تطوير منظومة الصرف الصحي وتوفير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة ولمواكبة التطور العمراني كما يأتي المشروع في سياق اعتماد وزارة الأشغال استراتيجية اللامركزية في تشغيل منظومة الصرف الصحي من خلال إنشاء محطات المياه المعالجة وخطوط النقل بما يضمن التشغيل الأمثل لمنظومة الصرف الصحي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر